قبل ما نروح لأخبار كاس العلم للأندية لأنه النهاردة عايزة أقول لحضراتكم إيه اللي حصل في هذا الأمر ولكن خلوني أقول لحضراتكم موضوع دايماً كانت الناس تسألني يا كابتل إسلام بعض الأهلوية أخواتي أخواتنا يعني وأصدقائنا دايماً يسألوني أو أنتوا ليه ما بتطلعوش تقولوا يعني كل البرامج الأخرى في كل القنوات التانية بتطلع تقول إنه النادي الأهلي جاب فلان أو النادي الأهلي بيدخل مفاوضات مع فلان الفلاني أو كذا أو كذا أو كذا فأنا الحقيقة برد عليهم بقول لهم إحنا قناة رسمية للنادي الأهلي ما ينفعش إن أنا أكون بتكلم عن حاجة إلا لما تكون انتهت تماماً طيب بقالنا يومين ثلاثة بنسمع عن كثير من الأمور ما بين إصاباته ما بين تفاوض مع فلان وكلام ده كل ودايماً أنا مبارح كنت حريص وأول مبارح إن أنا أقول لحضراتكم كلمتين أو بقول حتى للضيوف اللي كانوا بيكلموا على مثل هذه الأمور حاجتين يا جماعة خلونا ننتظر لوقت الإعلان الرسمي من النادي الأهلي سواء على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي أو من خلال قناته قناة النادي الأهلي فأحب أشرح لحضراتكم تاني أو الموضوع بيبقى ماشي إزاي الموضوع بيبقى ماشي كده إنه عندما يتم الانتهاء تماماً لقدر الله إصابة للاعب لقدر الله أمر خاص بخصم اللاعب أو غرامة على لاعب أو كذا أو كذا أو مكافأة أو أي حاجة بنطلع نقول لحضراتكم عندما يتم الإعلان رسمياً عن هذا الأمر في ممكن فرق أخرى النادي الأهلي يكون مثلاً أنا معرفش ممكن يكون صحة ولا غلط بيتفاوض مع أحد الأندية برا مصر في أحد الأندية ده بيطلع يقول إن إحنا بيعنا إسلام الشاطر مثلاً للنادي الأهلي ما ليش علاقة ما ليش علاقة طالما النادي الأهلي لم يعلن رسمياً عن هذا الأمر وأن اللاعب ده أصبح لاعب في النادي الأهلي أو كذا أو كذا فيما يخص الصفقات في النقطة دي إذن الأمر لم ينتهي عشان كده أنا دايماً بقول لجمهور النادي الأهلي من فضل حضراتكم انتظروا إذا كان هناك أمر ناس كتيرة بتتكلم فيه ومنتشر في كل البرامج وكل القنوات قد يكون صحيح وقد يكون خطأ قد يكون صحيح وقد يكون خطأ عشان كده بقول لحضراتكم انتظروا رسمياً الإعلان عن أي حاجة من مثل هذه الأمور من خلال حاجتين مرة تانية قناة النادي الأهلي والموقع أو الصفحة الرسمية لنادي الأهلي على كل مواقع التواصل الاجتماعي هما دول القناتين اللي من الواجب أن ينتظر جمهور النادي الأهلي القنوات الرسمية علشان يكون الموضوع انتهى تماماً أنا بس حبيت أن أنا قبل ما أبدأ أتكلم مع حضراتكم للناس كتيرة جداً كل مرة في نفس هذا التوقيت وفي أول الصيف لو بيبقى فيه مواضيع فيها صفقات أو لقدر الله حاجة من إصابات أو كذا يسألوني يا كابت النس لما الناس كلها بتتكلم في فلان الناس كلها بتتكلم في علان الناس كلها مش ياماً أخبار نزلت وطلعت لم خاطئة يعني اتكلمت مع حضراتكم في حاجات كتيرة جداً بتخص هذا الأمر فانتظروا لأي حاجة تخص أمر النادي الأهلي وتخص فريق كرة القدم انتظروا الإعلان رسمياً من خلال قناة النادي الأهلي أو الموقع الرسمي ترجمة نانسي قنقر